بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نداء استغاثة بالإمام السستاني وبقية المراجع الكرام للتصدي لعودة الاحتلال الأمريكي الجديد للعراق نداء استغاثة بالإمام السستاني للتصدي لعودة الاحتلال الأمريكي الجديد للعراق هذه رسالة بعثتها قبل يومين إلى السيد السستاني سماحت الإمام السيد علي السستاني حفظه الله نسخة منه إلى بقية المراجع الكبار في النجف الأشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى عليكم وعلى أي أحد أنكم اليوم تحتلون موقعا قياديا في العراق لم يحتله أي مرجع شيعي سابق ولا أي زعيم سياسي عراقي بما لديكم من شعبية واسعة واحترام من قبل عامة العراقيين سواء كانوا مسؤولين كبار كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أو مواطنين عاديين أو قادة للأحزاب من مختلف المذاهب والأديان والقوميات وسواء آمنوا بقيادتكم كزعيم وطني حكيم أو اعتقدوا أنكم حاكم شرعي ونائب عام عن الإمام الثاني عشر الغائب وأن فتاويكم وأوامركم وتعليماتكم مقدسة وواجبة الطاعة والتنفيذ وقد تجلت مكانتكم العليا الفريدة في التاريخ العراقي في وقوفكم أمام الإرادة الأمريكية التي حاولت فرض دستور معد من قبلها على الشعب العراقي فرفضتم ذلك وطالبتم بإجراء انتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة لانتخاب مجلس تأسيسي يسن دستورا بإرادة عراقية وقد استجابت قوات الاحتلال لمطلبكم وتم إجراء انتخابات دستورية ثم أرض الدستور على استفتاء عام وقام على أساسه نظام عراقي جديد وتجلت مكانتكم مرة أخرى في فتوى الدفاع المقدس ضد أصابات داعش التي احتلت أجزاء واسعة من العراق عام 2014 تلك الفتوى التي أحيت العراق ودفعت الجماهير المؤمنة لبدل الغالي والرخيص في إطار الحجد الشعبي دفاعا عن الوطن ولا يمكن أن ينسى التاريخ موقفكم الحريص على الوحدة الوطنية ومنع الحرب الأهلية أو إطفاء النيران التي حاول إشعالها الإرهابيون الدواعش بإعلان الحرب الطائفية على الشيعة ومنع المواطنين من الرد عليهم كما قلتم حتى لو قتلوا نصف الشيعة أو قتلوني أنا مما كان لهذا الموقف التاريخي المسؤول أكبر الأثر في الحفاظ على الوحدة الوطنية وإنقاذ العراق من الفتنة الطائفية والمحافظة على مسيرة البناء الديمقراطية السلمية ولكن في نفس الوقت استغرب الكثير من المواطنين موقفكم المهادن للاحتلال الأميركي بعد وقوعه بالرغم من إصداركم مع بقية المراجع الكبار لفتوى وجوب مقاومة الغزو الأمريكي للعراق أثناء العدوان وقد أذيعت فتواكم التاريخية من التلفاز العراقي أيام صدام حسين حيث لم تصدروا أي فتوى بوجوب استمرار المقاومة أو استنكار الاحتلال بعد وقوعه ولو بكلمة بالرغم من حاجة الشعب وانتظاره لكلمتكم وتوضيح موقفكم من الاحتلال وسحب الشرعية منه أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولم يكن أحد ينتظر منكم إعلان المقاومة المسلحة ولكن الجميع كان ينتظر منكم إبداء موقف من الاحتلال وإدانة هذا الاحتلال والمطالبة العلانية الإعلامية على الأقل برحيل الاحتلال وربما وجد البعض تبريراً لموقفكم المهادن والصامت من الاحتلال في سعيكم لبناء الدولة العراقية من جديد وبصورة سلمية والخشية من عراقة الدماء في وقت يمكن طرد الاحتلال بصورة سلمية حكومة وطنية تقود المفاوضات مع قوات الاحتلال وهذا ما حدث في اتفاقية عام 2008 التي عقدها نوري المالكي وعرضها على حضرتكم ونوهتم حينها قرورة تضمن أي اتفاقية مع الاستقلال الكامل وبشرط عرضها على مجلس النواب والاستفتاء العام ومع ان المالكي لم يعرض الاتفاقية على الشعب او مجلس النواب الا انه تمكن اخيرا من اخراج القوات المحتلة من العراق ولم يبقى على جندي واحد في البلد ولم يسمح ببقاء اي قاعدة عسكرية امريكية في العراق ومن المعلوم ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي عقدها نوري المالكي كانت محددة بثلاث سنوات ولم تكن ملزمة للبلدين لانها لم تعرض على مجالس النواب في البلدين الولايات المتحدة الامريكية والعراق وسرعان ما تعرضت لاختبار خطير عند احتلال داعش لاجزاء واسعة من العراق حيث لم تستجب واشنطن لطلب رئيس الوزراء العراقي المالكي منها بالدعم او تسليم الطائرات المشترات والمدفوعة الثمن بسرعة لم يعد سرا مكتوما دور واشنطن في خلق داعش في سوريا ثم ارساله الى العراق عام 2014 للضغط على رئيس الوزراء الاسبق نور المالكي الذي فاز في الانتخابات في ذلك العام الضغط عليه للاستقالة وعدم الترشح مرة اخرى انتقاما من موقفه المحايد من الازمة السورية التي كانت واشنطن تسعى حينها وتعبئ المنطقة للتدخل في سوريا ضد النظام السوري وتريد من المالكي قطع علاقاته مع دمشق وكان واضحا من تلك واشنطن في تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقية عزمها على استخدام داعش كأداة سياسية لتغيير الخارطة السياسية العراقية وتوجهاتها الاستراتيجية وعلاقاتها الاقليمية والدولية وتعزيز السيطرة على القرار العراقي ووسيلة للعودة مرة ثانية لاحتلال العراق بصورة سرية وصامتة واذا كان هذا الامر غامضا في البداية ولا تسيمة مع الدعاء واشنطن اعلان الحرب على داعش في سوريا والعراق الا ان الاحداث التالية اثبتت رعاية واشنطن لمخطط داعش وحماية بعض قادته وانقاذهم عند محاصرة قوات الحجد الشعبي او جيش العراقي لهم او انزال اسلحة لهم وتوفير ملجأ لهم بين العراق وسوريا ومنع القوات العراقية والسورية من الاقتراب والهم والاهم من كل ذلك ان واشنطن عادت الى العراق من جديد من نافذة محاربة داعش وتدريب القوات العراقية وتزويدها بالمستشارين وقد انكشفت الاهداف الحقيقية لواشنطن من ورائه لعبة داعش بعد زيارة الرئيس الامريكي لقاعدة عين الاسد في الانبار يوم الخامس والعشرين او ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي وتصريحه بان قواته باقية في العراق الى الابد وانه يمكن استخدام تلك القوات التي تبين انها مقاتلة اكثر من المستشارين او مدربين للتدخل في سوريا وربما ضد ايران او حتى التدخل في السياسة العراقية وفرض ما تريد واشنطن على العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكليا ورغم محاولة بعض المسؤولين العراقيين السابقين واللاحقين بالتستر على حجم تواجد القوات الامريكية في العراق وطبيعتها والتخفيف من شأنها املا بالحصول على دعم واشنطن في الصراع على السلطة في بغداد فان الحقيقة بانت للجميع ولم يعود بالامكان تغطيتها بغربال وكما تعرفون لقد كان البيت الابيض قد اعلن بشكل مفاجئ عن سحب القوات الامريكية من سوريا فيما اكدت وزارة الحرب الامريكية ان القوات الخاصة المسحبة من سوريا ستنتشر في محافظة اربيل وهذا ما دفع لجنة الامن والدفاع النيابية الى الاعلان ان امريكا تحتل الاراق من جديد والتأكيد على ان نقل القوات القتالية الامريكية المسحبة من سوريا نحو قواعد عسكرية في كردستان دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد يعتبر احتلالا وانتهاكا لسيادة البلاد ولم تمضي ايام على ذلك الانتهاك الامريكي حتى قام الرئيس ترامب بزيارة مفاجئة وسرية ومذلة للعراق حيث طلب من الرؤساء الثلاثة زيارته في الجناح الامريكي من قاعدة عين الاسد واعلانه من هناك عن بقاء القوات الامريكية في القواعد العسكرية الى عمد غير محدود وكذلك احتمال استخدام تلك القواعد للتدخل في سوريا وهذا يعد خرقا فاضحا للاتفاقية الامنية العراقية الامريكية التي تنص على عدم جواز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى لقد حاول رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي التخفيف من صدمة اعلان واشنطن امكانية استخدام القواعد العراقية بالقول انها تحت السيطرة العراقية وعدم وجود قواعد امريكية صرفة في البلاد ولكن مجلس محافظة الامبار نفى صحة ذلك القول بالتأكيد على ان معظم القواعد الامريكية المنتشرة في الامبار خالية من القوات العراقية وان القوات الامريكية لا تسمح للقوات الامريكية بالدخول الى قواعدها مهما كانت الاسباب وقال اضو مجلس المحافظة عيد عماش في تصريح صحفي ان القوات الامريكية لديها قاعدتان في قضاء القائم شمال وجنوب شرق نهر الفرات وقاعدة في الرطبة واخرى في البغدادي وعدد من القواعد الاخرى في صحراء الامبار وان تلك القواعد تتواجد فيها القوات الامريكية القتالية فقط دون وجود القوات العراقية واوضح ان القوات الامريكية لم تسمح للقوات العراقية بالدخول او التواجد في القواعد مهما كانت الاسباب واشار الى ان المحافظة تشهد تحركات امريكية مكثفة لن يتم تبليغ الحكومة العراقية بها كما ينتشر نحو خمسة الاف جندي امريكي في الاراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش ان الاحتلال الامريكي الجديد والصامت دفع عددا من الكتل السياسية الاراقية الى الدعوة الى انهاء الوجود الامريكي في العراق حيث اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية انها ماضية بالغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن واخراج القوات الامريكية من البلاد وان اصرار ترامب على بقاء القوات الامريكية في العراق امر استفزازي وتهديد صريح للسيادة الاراقية وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح صحفي ان ترامب تحدث بلغة التهديد والاستفزاز خلال زيارته لقاعدة عين الاسد في الانبار بان الذين سيحاولون اخراج القوات الامريكية سيجعلهم يعانون ما لم يعانونه من قبل في اشارة للحكومة والبرلمان الذين يسعيان لالغاء الاتفاقية الاستراتيجية واخراج القوات القتالية الامريكية من البلاد لافتا الى ان الحكومة والبرلمان لن ينصى على تلك التهديدات وماضيان في الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن واخراج القوات الامريكية قصرا من البلاد وان بقاء القوات الامريكية في البلاد امر مرفوض ويعد انتهاكا لسيادة العراق ودعا زعيم كتلة الاصلاح النيابية صباح الساعدي الى عقد جلسة طريقة للبرلمان لمناقشة الانتهاك الصارخ لسيادة العراق فيما اعتبر تحالف البناء زيارة ترام انتهاكا صارخا وواضحا للعراف الدبلوماسية ودليلا على استهتاره وتعامله الاستعلاء مع حكومة العراق وقال ان هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلة كما دعا الاطراف السياسية جميعا الى التوحد في مطلب السيادة الوطنية ووضع حد للتواجد العسكري الامريكي المشبوه على الارض العراقية وحذر قائد فصيل اصائب اهل الحق الشيخ كيس الخزعلي من ان البرلمان سيرد على زيارة ترام عبر ارغام القوات الامريكية على مغادرة العراق وعرب حزب الدعوة الاسلامية عن قلقه من حقيقة وجود القوات الامريكية في العراق ومهامها وتنامي عددها واعلن عن رفضه لتواجد اي قواعد وقوات اجنبية في العراق وان وجود قوة عسكرية مقاتلة هو خرق للسيادة التي تحققت بتضحيات ابناء الشعب العراقي الذي قدم الكثير من اجل نيل حريته واستقلاله وسيادته على اراضيه وطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم من زيارة الرئيس الامريكي وانتهاكه للاعراف الدبلوماسية وعدم احترامه الذي ابداه للدولة العراقية ولسيادتها على اراضيها وان لا تقف مكتوفة الايدي امام مثل هذه الحالة التي اثارت استياء الشعب العراقي وقلقه على حاضره ومستقبله ودعا جميع القواء الاسلامية والوطنية الغيورة على سيادة العراق الى التنديد بهذا الانتهاك الخطير للسيادة العراقية وشجب واستنكار زيارة ترامب والعمل في مجلس النواب على استصدار قرار حازم باخراج جميع القوات الاجنبية من ارض العراق سماحة الامام السيد علي اسستاني حفظه الله اننا متأكدون من متابعتكم للانتهاك الامريكي لسيادة العراق وخرقه للاتفاقية الامنية الموقعة بين واشنطن وبغداد وعودة الاحتلال الامريكي الى العراق من الشباك بعد ان اخرجه العراقيون من الباب تحت ذريعة محاربة داعش وان الاحتلال يهدد العراق من جديد بعودة داعش مرة اخرى او باعادة داعش مرة اخرى او القبول ببقائه مدة طويلة واستماح له بترسيخ اقدامه في قواعد عسكرية عديدة من شمال العراق الى جنوبه وشرقه وغربه تنفيذا للمثل العراقي الذي يقول راويل موت حتى يرضى بالصخونة وهنا يتوجه العراقيون الى سماحة المرجع الامام السستاني ليقول كلمته ويدعم معركة الاراق من اجل التحرر التام من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز ويؤسفنا ان نخبركم بما نقل مستشار الامن الوطني السابق موفق الربيعي عنكم من انكم طالبتم الحكومة العراقية السابقة باعتبار القوات الامريكية المحتلة ضيوفا وعدم محاربتهم ولا ندري مدى صحة هذا الحديث وما يهمنا الان هو موقفكم من عودة الاحتلال الاميركي السري والصامت الجديد للعراق ودعم الشعب العراقي في معركة التحرير والاستقلال وهذه المعركة اهم بكثير من معركة الدفاع ضد داعش ان كثيرا من العراقيين يعتقدون بقيادتكم ويتمرون باوامركم وينتظرون كلمتكم الحاسمة في معركة الدفاع عن حرية واستقلال العراق التي لا تقل أهمية عن معركة الدفاع ضد الإرهاب الداعشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المخلص أحمد الكاتب 1-1-2019 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته